بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول فيديوهات الوحدة العشرة من كتاب اول سؤال بيقول زي هندوس اللي هو الهنود يعني يعبدون بينما يفعل ذلك اللي هي العبادة يعني المسلمين في المساجد. طيب ميوزيوم ده هو المتحف. تيمبل ده اللي هو المعبد. المعبد وكيفل الكهف وصايت له الموقع. فالهندوس بيعبدوا في التيمبل زي المعابد. اه مش عارف ايه سورس ده. ما عرفش مين السورس ده طار لحد مقترب من الشمس. طبعا خد بالك ان الشمس لازم ناخد معها زي لان دي من اسمائي الفريدة. يعني ايه اسمائي الفريدة? الاسم اللي ما فيش منه غير حالة واحدة بس. طيب ففي الصورة اليونانية يبقى ده ميناء مقصود بيها البلد اللي فيها بحر. طيب ده الميناء المكان اللي بتركن في السفينة على سبيل المسال. فنقول ان بورس عيد دي لعليها بورد. لكن بورس عيد فيها مكان اسمه كده يعني واحد من اكتر الاماكن الايه في البلد? مو من تسانين لحظات او دقائق. ميموريز اللي هي زكريات اه ماريز اللي هو البحر يعني مارينز اه مونيومنس الاثار. طبعا الحريقة دي واحدة من الاثار او الاماكن الاثارية في البلد. طب اكتر متراتين تنسى فينا مستنين في ايه كولومبيا? اكيد في الميناء بتاع كولومبيا. يبقى كولومبيا بورت. طبعا اول واحد كده لولمطار الرصيف اللي الناس بتمشي عليه. دي اللي معناها المنصة. طيب اه ومعناها برضو رصيف القطار. ع طول بيكاب لها معاني كتير جدا من بنا كلمة يشتري بيكاب يعني يشتري. يعني يوصل شخصي بالسيارة. وبيكاب يعني يلتقط شيء من على الارض. طيب المقبرة الملكية كانت مزينة بواسطة كثيرا من الارتفاكس لهالاعمال الثرية القديمة. في رغم ساعة اقول لك يعني يحفظ حابتت. ممكن نحافظ على مسات الحيوانات. الانتنم من كلمة اللي معناها يحفظ عكسها. اه اول واحدة كده دي معناها يبدل او يغير من وهي اصلا ما اخذها من كلمة يعني يدمر يستكشف وكيف يعني يحافظ على. هو كلمة يعني يحافظ. عكسها يدمر لهي طيب نقول لها بعد كده بيقول لك آآ رقم سبعة بيقول لك هابتت دي قلناها خلاص قلنا بمعنى احنا احمسها عنا بس اللي قبطتناه يعني اطعمة. الايه بتاعة الوجبة? اطعمة للكلب اكيد البقايا يعني يحفظ يعني يحفظ برضو يعني يستعيد. طيب هناك تسعة بقول لك هم واجدوا بعض العملات الزهبية واجدوا بعض العملات الزهبية ومومنت دقائق مامس الامهات موميز اللي هي الموميوات يبقى اكيد واجدوا موميوات. في رقم عشرة بقول لك اللي هي التوابيد المصنعة من اللي هو النحاس يعني او بتحفظ او البقية البشرية اكيد بتخليها محفوظة بشكل جيد يبقى قبل وجهز الاعتذرة يعني قررها او حددها او صممها يعني منظم هو اطول بنائي فيلم دي معناها بناء ممكن نستخدم مكانها في حتة دي كده كلمة اكبر مبنى ملحوظة عايز اقولها لك بقول لك ركز معايا كده انك انت ممكن تقول بافضل وجبة افضل وجبة اكلت عالاطلاق او يعني افضل سيارة افضل سيارة صنعت فانتبه انت على الحوار ده دي معناها عالاطلاق طيب رقم اتناشر بيقول لك الولد عمل ايه في تمثال يعني لطيف من الثلج اكيد نحتة نحتة يعني 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 طيب طبعا يعني يعني واجه او وجه ولو معناها يواجه فاكيد انت عارف انها بتسوي كلمة اللي معناها يواجه او يلاقي يعني اسحب اواجر لو الشيء المزيف يعني اصبح قل ما يمكن ان يميز من الحقيقة الحقيقة اللي هي اسمها فاكت او اوريجنال اوريجنال دي اللي معناها حقيقة ما تنساش ان كلمة اوريجنال دي ممكن نستخدم مكانها كلمة جن ون نستخدم مكانها كمان او وكمان اللي كانت جايب في المعاصر طب بقول لك ان الشاطئ اصبح ايه من ساعة ما عملوا ما فتحوا الفندق هناك اصبح المكان مقتص بالسكان يعني اذا ركز مع بها في الحتة دي كلمة يعني حصل فيه نقلة نقول لك يعني تمت فيه نقلة يعني تطور بشكل كبير اه لزرعة الاعضاء يعني ترجم وترانسفورم اللي هو ينقل الرسمة دي كانت ايه عشان كده جاذبتنا كلنا يعني خلابة او جميلة دي زي كده اه اللي هو غزائي مبتزل او سوقي او كده يعني يعني محدد طيب عكس لكلمة يعني اصلا يعني 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 يحفظ عكسها يعني يحفظ بتسويها يعني يحفظ بتسويها طب ودليت هم دول اللي هفكر فيكم دليت يعني يحزف عكس الحزف الاضافة يبقى عكس طب يبقى كده يعني آآ لا يؤمن رقم السبعتاشر بقول لك معناها الغامض طيب العكس بتاعها تعني تشوف الاربع اختيارات كلمة يعني غامض دي بتسويها غامض بتسويها برضو غامض بتسويها لكن يعني واضح وممكن نحط مكانها لكلمة اللي معناها برضو واضح بقول لك هي بتزاكر باجتهاد عشان تكون ايه بالنسبة لفصلها يعني قاع منتصف اللي هو في قمة يعني 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 يكون على قمة على رأس القائمة ما عندوش وقت يقضيم مع صحابه او العيلة حياته مكرسة للبحث العلمي مكرسة يبقى او ممكن نستخدم بدلا منها دي لاتنين معناهم مكرسة بعد كده في عشرين الفيضان الفيضان سبب ايه كبير لقرية اكيد ضمار تعالوا نشوف ده ضمار تعليمات اتجاه ممكن نستخدم كلمة هنا كمان وعايزك تفتكروا ما تنساش انك انت ممكن تقول دو يعني يسبب تلفا او ضمارا وممكن بدل دو نستخدم كمان كلمة كوز دو كوز دامج دو كوز دامج الشيء ده بيكون ايه معنى ان هو بينتمي للوقت الحالي يعني شيء ده معاصر يبقى كنتيمبوراري داني قديم بتسوي كلمة ما تنساش الكلمتين دول علا واحدة دل هوات تجريبي وانت كلان الاثار رغم اتنوع الشيء ده السقف كان آآ معناها يعني مصبوط او تم اعداده يعني او مغطى او كده يعني بطريقة آآ معناها مضاعف خد بالك عشان في غلط تغلط فيه انت اكيد اخترت دي يعني يعقد دفع القوة العملة والعمالة يعني معناها معقد خد لك دي لها معناية معناها يشرح او يوضح ومعناها آآ معقد كصفة تعالي اكتفها من هي كفعل معناها يشرح وكصفة معناها معقد على فكرة ممكن ما ناخدش ناخد مكانها أو الموضوع خد وقت طويل على الجروح يعني يعالج ده معناها كده يعالج ده فعلي بس او يعامل طيب يعني يعني يعالج دي معناها طبي خد بالك بقى عشان احنا عايزين نختار عايزين نقول ان الجروح خلت فترة لكي تعالج او تلتأم يبقى اخد هيل مش كيور برضو معناها يعالج تركز كده معايا انت بتقول ان الموضوع اخد فترة طويلة للجروح لكي يلتأم يبقى توهيل لكن الموضوع خد مني لكي اعالج جرحي طيب في رقم اربعة وعشرين بقى بقولك الفيلم ده فيلم جميل يعني استحق الرؤية يستحق طب يعني لا يستحق او لا قيمة له أسوأ اللي هي أسوأ منه طب الأسوأ اللي هي منيقول زا الأسوأ هو ألهم الناس كلها بحديثه الايه عن التسامح والاحترام موفنج يعني محرك للمشاعر وما تنساش بقى ان محرك للمشاعر احنا اخدناها باكتر من معنى قلنا قبل كده تلمة موفنج معناها محرك للمشاعر ممكن نستخدم مكانها ايموشنال محرك للمشاعر برضو ممكن سن سيشنال اللي معناها محرك للمشاعر وممكن كمان كلمة الكلمات دي كده كلها معناها محرك للمشاعر وما ننساش أبدا نضيف عليهم أنا عارفك بتصرخ وتقول ضيفها ضيفتها لك كل ده كده معناها محرك للمشاعر انتبه للكلام ده وانت بتحفظ عشان يبقى انت بتحفظ مرة واحدة وتخلص طيب بعد كده احنا في رقم خمسة وعشيني بولاك ايه نسبات افريون وز اي نوات سبيتش قلنا لي خلاص قلناها موفنج ديس ميوزيوم از واندرفول المتحف ده رائع اه المتحف ده ما ينفعش انك انت تفوته نوت تو بي ميسد يعني لا يفوت لا يمكن ان ينفعش تضيعه اللي هي الاية معناها تلأ او قرأة يعني معناها فقد او مفقود معناها اهضر الايه الحقيقي بالنسبة لي بالنسبة في الريحة دي كلها هو الزيارتي لآ بورج لندن اكيد الحادث الابرز ومعناها زمان تعارف الجوز الاهم المكان ده لازم تزوره ويبقى اكيد معها مكان لابد ان ترى فلو قلنا يبقى حاجة لابد ان تأكلها حاجة لازم تقول لابد ان تمتلكها بسلا السيارة دي العربية دي حاجة لانت حاجة لابد ان تمتلكها بقول لابد ان كل شخص ان يكون واعيا ان يكون واعيا بالمخاطر الموجودة في هذا الامر كلمة واعي اللي هي كلمة كده معناها واعي اللي هي رقم طيب امال ايه امال ايه كلمة كده بس معناها يارتدي ده اللي يهمك في الحوار ده كله الماضي منها بعد كده بقى في رقم تلاتين بقول لك مصر بتفزي القصارى جهدها لكي تنشر السلام في في منطقة الشرق الاوسط احنا كلنا علينا واجب ان احنا نحمي ايه ترى لو التراث القومي خبلك انت عارف ان كلمة دي معناها تراث وعندك كمان كلمة معناها برضو تراس بس كلمة معناها التراث ومعناها الميراث اللي انت بتراثه عن جدك طب معناها التراث فقط يعني الاهرامات والحاجات دي طب الارض اللي جدك سبها لك عشان تتعيش وتتنعم اسمها بس الزوار عملوا ايه في القلعة واعجيبوا بكل مكان فيها عاتي التول يعني تجولوا تول يتجول في مكان هو بارعا بناء عالي هو بناء عالي بنستخدمه عشان نشيل اسلاغ الكهرباء في مكان عالي جدا دي اللي هو عمود الكهرباء المهرجان بتاع السنة دي جذب يعني ايه مشاهد اكيد مشاهدين اللي هما اسمهم الاولى اللي هو هيئة الامن يعني بتكافح لكي تعمل ايه في الوردر لكي تحقق الامن كلمة يحقق اسمها اللي يرقم بيه وعلى فكرة كان ممكن نستخدم برضو لكي تنشر السلام وعلى فكرة كان ممكن او الامن يعني او النظام ممكن نستخدم يعني تحقق الامن السبابيك بتاعت اللي علشان بالمنزل يعني بتطل على اسمول ايه ترى كورتيارد اللي هو ارض الفناء يعني اوورد معناها منحة او جائزة معناها ده خلي او الدورز معناها خارجي سبعة تغطي بقولك بقولك ان المركب كان ماشي بهدوء لان كان فيه صخور ايه بقى? بص على حت دي عشان افهمها لك. انت عارف ان كلمة يعني رأس ده موضوع انت حافزه قبل كده من زمان من ايام كتبت ودائي اسمها عشان كده بتقول اي انا لدي يا رأس ده موضوع خلصان او ما اللي هي كلمة واحدة بس اللي هي كلمة واحد دي معناها امام او امامك. على سبيل المسال انت ممكن تقول مسلا السيارة بس دي تبقى واحدة بس طبعا تبقى كلمة واحدة يعني السيارة امامك واحد بيسألك موال فين المحطة لو سمحت تقوله يعني امامك برقم واحد. الحكة اللي زيها بالزبط. لزيها بالزبط. كلمة دي صفة. عايزة بعدها اسم. بمعنى طويل. لكن اللي هي كلمة واحدة دي كده بمعنى بطول. على سبيل المسال. ممكن تقول مسلا احنا مشينا احنا مشينا بطول الطريق. حلو? يبقى كلمة دي معنى بطول. طيب. لكن اقول لك. يعني انه طريق طويل. طيب. جملتنا بلا بنحكي فيها من ساعتها دي. قراري بقول لك ايه بها المركب. المركب. وانت سلولي كان ماشي بالراحة لانه كان في صخور اهد امامه. يعني عرفت اميز اميك قوت معناها يميز. انه تميز بعيني فقط شخص مقبل في الظلام. الممرضة عامت ايه في الضماضة? اكيد هتلف في الضماضة. يلف اسمها اسمها كلمة يعني يتجول او يلف في بلد يعني 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 يعمل فخ. واخد بالك انت عارف مصطلح اسمه يعني يعمل فخ. لكن انت عارف مصطلح تلك اسمه او عطلق بطن في بعضهم. كنا بنسمع موسيقى كلاسيكية يعني الجاز فورة فيماس سينجر. اه اه احنا بنسمع تسجيلات لموسيقى الجاز عملها واحد مشهور. طبعا انت عارف ان كلمة اه دي. اللي هي اه من اللي في زورك لحبال الصوتية. وعندك المواني وهاربورز المواني برضو. اعتقد انا شرحتها قبل كده بس اقولها تاني علشان ممكن ممكن نحتاجها فيما بعد. انا تعرف ان كلمة بورت لأول كده كلمة بورت دي معناها بلد فيها بحر. من الاخر يعني. طب اموال ايه بقى اه اه اموال ايه الهاربور. الهاربور ده الميناء المكان الذي ترسوا فيه السفن. الذي ترسوا فيه السفن. عشان كانت ممكن تقول لي مسلا على سبيل المسال. ايه يا ترى? ده رقم واحد. اتكمل بالجملة كده. هي فيها ايه مشهور? فيها مشهور. فيها ميناء مكان في السفن مشهور. طيب. بعد كده في رقم واحدة واربعين. الرقم واحدة واربعين. المتحف ده ايه بسهولة عن طريق المواصلات العامة اكيد معناها يمكن الوصول اليه. معناها انك تصل لمكان ما. معناها يمكن الوصول اليه بسهولة. طب ليه مش دي معناها متاح او متوفر. انك تشتري وتبيعه وتستخدمه كده. بعض الطلاب الاجانب بيحب ان هم يقوموا بزيارات ايه لمصر? يعني ثقافي. معناها مثقف اللي هو عارف القارئ وكده. دي ناون اللي هي الثقافة. اللي هو المحصود. طيب. برغم ان المجاركة على الامتحانات ده شيء ايه? بعد الطلاب ما بيذكروش اصلا اللي بيهتموا. دي ما لهاش اي ست اللازمة. بتساوي كلمة اللي هو تافه. او اللي هو تافه. او كلمة اللي برضو كله ده تافه. معناها ضروري. طب معناها تناقض او يعني المذاكرة اللي انتحانات دي ضروري مع ذلك ما بيذكروش العيال. دي معناها حملة. الشركة بدأت حملة دعاية عشان تعمله في المنتج الجديد. برموت معناها يعلن عن او يرقي منتجا. طب يحسن يعني يدعم. هم التلات اصلا دي كلهم طب ليه ما ناخدهم شي طب يا مستر. ما انت مش هينفع تقول الشركة هتعمل اعلان عشان عشان تحسن المنتج. هي بتعلن عنها عشان تعرفنا ان هي منتج. الرواية بتحصل يبقى تيك بليس. تيك بليس ان معناها يحدث. على فكرة انت كان ممكن تستخدم هنا هابل مكانها عادي. وكير مكانها برضو. كلمة تانية بمعنى نيرلي. نيرلي معناها تقريبا. هنا بقى تقريبا اللي هي اسمها بس عادي تفهم. احنا اخذنا الكلمة دي مرة عينها قبل كده بس كان شكلها مختلف. كان فيها تركاة تانية. اللي هي كانت ايه? كان في كلمة اسمها رفلي. رفلي دي كانت في القصة. الكلمة دي معناها بعنف او بقسوة ومعناها كمان تقريبا. لو معناها تقريبا هتساوي كلمة وهتساوي كمان كلمة نيرلي. او كمان ممكن كل دول معناهم تقريبا. في جملتنا بقى الراجل بيقول لك اه الخرط دي بتبين لك اللي هي الحقيقي للمشروع عكيدي. اللي هو الوجود. يعني وجهة. يعني موقع. يعني جينريشن يعني جي. انت هتفكر في واحدة من الاتنين دول. ياما ديستيناشن ياما لوكيشن. انت بتبص على الخريطة عشان تحدد الموقع بتاعك. مش الوجهة. يبقى لوكيشن. الحدث الابرز في المباراة كان الهدف. كلمة هنا بتساوي اللي هي رقم ايه? الميزيام يعني تشكيلة من يعني آآ يعني عدد كبير من عدد متنوع من ايه ترى اللاعبين الردود معناها العروض. والكلمة دي مرة تعانيها قبل كده لو انت فاكر كتجاية في قطعة كتجاية بتساوي كلمة اللي هي المواكب او الاستعراضات. طيب. كلمة هنا ممكن نحط مكانها كلمة بمنهد اللي هي كلمة بعد كده يا فانتم رقم خمسين. ده عارف دي ممكن نحط مكانها بالصدفة او بالحظ يعني. ممكن نحط مكانها يعني برضو بالصدفة او بالحظ. آآ وانت عارف كمان ان في كلمة اسمها اللي معناها مصادفة. المهم يعني انا بجدتوا بالصدفة او قبلتوا بالصدفة. عايشوا في القرارة مجاورة يبقى دي كده عبارة عن ادكتف. الاماكن اللي بعبودوا فيها البشر ربهم بنسميها يعني اماكن سامية او مقدسة ولا اه اه دي اللي وخائف او عطلق بط ايه معادي تكون مختلفين عن بعض تماما. لاماكن اللي بنعبد فيها اسمها اماكن سامية او مقدسة. في المكتبة الكتب الجديدة لازم تحصل لها ايه? قبل ما يتم وضعها في المكتبات يصنف يعني اه الموجه تواجه يعني او يشرف عليها يبقى كده اي عندي بيه صح بمعنى تصنف. على فكرة ممكن نستخدم برضو مكانها اثناء ايه بتاعة الرئيس الناس عاشوا حياة عيدة اكيد فترة الحكم خبالك دي اللي معناها قطر او البلد طب دي اللي هي فترة الحكم طب يعني يستعيد طيب بعد كده باشوا رقم خمسة وخمسين خمسة وخمسين بقولك مكتبة بيبلوتيكة اللي هي الكلمة الفرنسية مين هما اللي بيعملوا التنقيب عشان يجيبوا الحاجات بتاعت الماضي اكيد علماء الاثر اللي هم اسموه اه دنتس تبطر الاسنان وبايولوجيين تعالى الاحياء يعني اوكوليس تبطر العيون المنارة اسكندريا كت واحدة من العجائب العالم السبعة يبقى اللي هي بال او اللي معناها عجائب وما لا ايه واندر واندر دي معناها يهيم ماشي في الشرع من غير اي هدف كلمات ولي هي الجوائز تمانية وخمسين بيقول لك رسمة عملاقة رسمة عملاقة بيعملوها على سطح الارض يبقى دي ميورل على سطح الحيطة اي رسمة الحيطة اسمها ميورل وده موضوع عايزة تحفظ بس طيب مورال دي هي القيمة الاخلاقية طيب موريل دي معناها الروح المعنوية طيب الكسر من الايه الصحية الكسر من المنظمات الصحية بتعمل حملات ضد التوباكو كلمة عكس كلمة يعني يستحق عكسها بقى طيب يستحق بنفشل مفيد يعني يستحق وما تنساش ان دي برضو معناها قيم جدا خد بالك مش معناها ان ان غير قيم لأ دي معناها قيم جدا عكسها المهم عايز العكس انا ما كنتش واعي انه مريض كلمة اوير يعني واعي بتساوي معناها منتبه او واعي يبقى هي دي معناها جاهل معناها وتجاهل برضو انفورمال انه غير رسمي اللي بعد كده رقم اتنين وستين بيقول لك ده نظام معقد او مركب كلمة هنا بتساوي او على فكرة ممكن برضو زي ما انت عارف طيب معناها وضحت او شرحت الحجة بتاعتها هنا معناها يعني اشرح الكلمة اللي بتساوي كلمة اوريجنال السننة من اوريجنال اوريجنال بتساوي كلمة اوثنتيك وجنون زي ما اتفقنا طيب رقم خمسة وستين المتحف البريطاني المكان للجزب السياحي بيقول لك انه واحدة من اكتر اماكن للجزب السياحي في لندن بعد كده بيقول لك في رقم ستة وستين الحروف الهيروغليفية من اللي يفك تشفرها يبقى اللي يعني يفك شفرة هل تعرف اين تقع قايت باي هي اسمها قلعة قايت باي يبقى فورت اه هو ليس رجل نطيفا لا تنخدع ينخدع يعني يخدع مثلد الماضي منها بقى مثلد وانت عارف ان بي مثلد يعني يخدع المبني المجهول القصة التراجدية يعني اصلي هنا بتساوي اللي هي فيك لعكسها عكسها يعني عادي يبقى اكيد جنوين الاصلي وانت عارف ان جنوين التلاتة بنفس المعنى وقلناهم اصلا في مطلع الفيديو اول سؤال معانا بقول لك ان لسه ما وصلتش يعني مين عارف يعني انت مش عارف يعني انت بتحتمل ازا مش هتفكر ابدا في شود ولا هادتو ولا في مصد لان مصد معناها اكيد فاتها القطار هادتو يعني اضطرت تفوت القطار ودي معناها كان يجب ان تفوت القطار لكن انت بتقول مش عارفين همين عارف يبقى ربما انها فاتها القطار طيب الجملة اللي بعد كده رقم اتنين الراجل بقول لك في رقم اتنين انت عارف ان معناها ندمان انه عمل الشيء فانت بتقول ندمان ان انا ارتكابت الخطأ السخيف ده. انا المفروض ما كنتش اتعارك. مع صديق. المفروض ما كنتش يبقى شود انت طب ليه ما انا اخدش لو انت قلتلي كانت يبقى اكيد ما اتعاركتش ومصت يعني اكيد تعاركت وشود يعني كان يجب انا اتعارك. بقول لك انا انتقلت لعيش في الاسكندرية لما لما دخلت الجامعة بس انا كنت عايش زمان في القرية. طيب انت عارف ان دي معناها انها مضارع لسه عايش وانت عارف ان يعني انت لو روحت هتلاقي دلوقتي المصدر كان متعود يعيش وبطل مرفروضة تماما انت عارف ان ما تجيش ابدا مع ما تجيش مع النافي الا لو في معها زرف دي مستقبل وانت بتحكي لي عن جملة كلها موضة عملت وحاجات كتير كده في الموضة. ازا المفروض ان انا نستخدم هنا يعني انها كنت معتاد ان اعيش فيه. طيب الجملة اللي بعد كده رقم اربعة. هي نجحت في الامتحان. مدامها نجحت في الامتحان يبقى هي اكيد سعيدة يبقى مصد بي يعني من المؤكد انها هتكون سعيدة الان. امين سفر العمل بالبس. هي خد بالك لما يديك حاجتين كده اعرف ان انت عايز كود على طول من كلمة تفكر. بس انا عايز اترجم. انت بتقول امين سفر الى العمل بالبس. بس هو كان ممكن يسافر بالقطار وما سافرش. وانا عارف ان يا مستر لما اقولك معناها انه لم يسافر بالقطار. طيب الجملة بعد كده رقم ستة. بقولك تامر ما حضرش الحفلة. قولك تامر دلوقتي في المستشفى. كان عنده مشكلة. وهو ما حضرش الحفلة. اكيد لم يدعى. انت كده عايز مجهول. اكيد ما دعيش. يبقى كانت طب لو خدنا مثل انتهاف بني احنا بنهبت دي مش موجودة اصلا في الاستنباط. كانت دي معلوم. معناها اكيد لم يعزم. هو اللي معزمش. شو دي انتهاف برضو معناها اكيد كان يجب ان لا يدعو. معلوم برضو. انت تقول لي كانتهاف بني والبسطة بارتسبة ليبقى اكيد لم يدعى. وقل لك انا وجدت الموبايل بتاع انا وجدت الموبايل بتاع اه ابي في غرفة المعيشة. معنى كده ان ابويا ترك الموبايل. طيب قولك بقى ابويا ترك الموبايل. هو اكيد لم يتذكر الموبايل. يبقى كانت مهما فيش كانتهاف. ايوم انت عارف ان كود انتهاف وتصريف التالت بتسوي كانتهاف وتصريف التالت يعني انت خد كود انتهاف وانت عارف ان ينفع برضو كانتهاف وفي تمانية. الجملة دي كانت موجودة في كتاب المعصر وكان كتبها غلط. بالرغم انها موجودة فين? على اللونجمان. الراجل بقول لك بقى انا زمان ما كنتش متعود اصحى بدري يوم الجمعة. بس اليومين دول بقيت بصحة بدري يوميا. يبقى didn't used to get. الراجل كان جايب في كتاب المعاصر used to. وكانت تنفع برضو. كان جايب الاختيارة used to. و didn't used to. كانت تنفع ليا يا عم? انت لو قلت لي انا كنت متعود اصحى بدري زمان يوم الجمعة بس اليوم من دول بقى بقيت بصحة كل يوم. تنفع. او انك تقول لي انا ما كنتش متعود اصحى بادل يوم الجمعة بس اليوم من دول الدنيا خربت وبصحى بادل كل يوم تنفع برضو. طب كمال انا مش متأكد بصراحة. مش متأكد يعني الموضوع في احتمال فتقول لي ميت. طب ليه ما اخدش اصلاك بتقول لي معناها ربما يسافر. انت انا بتقول لي ربما انه سافر. في الجملة ماضية. بقول لك بسلامتها لقيت نفسها في مكان مختلف تماما. يبقى اكيد لم تتبع الخريطة يبقى كانت هفل ود. لو خاتنا دي معناها اضطرت انها تتبع الخريطة. ولو خاتنا دي ربما انها تتبعت. ولو خاتنا دي مش موجودة في الانجليز. ما فيش حاجة في اسطنباط اسمها مصر انتها في تصريف تارت. ولا مصر انت اصلا. عمك ياسر كان متعود يروح السينما يوم التلاتة. يوم الخميس. ده معناها. بص يا فان. عايزة تفهم حتى كده. والمصدر دي بتساوي المصدر. فانت بالحب كده هتقول انها بتختار تساوي رقم بيه. طب ليه ما تسويش رقم ايه? انت في الجملة دي كان متعود يعمل شيء بس بطل يعمله. طب المصدر كان متعود يعمل شيء وبطل يعمله. لكن لو انت قلت لي معناها كان متعود يعمل شيء ومازال مستمرا. طيب دي مضارع. انت بتحكي عن عادة في الموضوع وبطلت. يعني عمره مراح السينما اصلا. وانت كده غلط. لانك انت قلت لي كم متعود يروح السينما. بس بطل. طب رقم اتناشر. يا ابني اجابتك ملاينا اخطاء. انت. انت ما كنتش المفروض تفحصها بس فحصتها. ولما استهابت يعني انت اكيد فحصتها. ولا هاتت يعني اضطريت انك تراجعها وتفحصها. ولا اكيد ما فحصتهاش. اجابتك ملاينا اخطاء. يا ابني انت اكيد ما فحصتهاش. رقم سي. وقال لك هو فاته القطار اللي بيروح ببدري. فده معناها ان هو اضطر ان يوصل. ولا يعني سوف لا يكون قد وصل ولا ولا اكيد وصل بدري ولا اكيد ما وصلش. ركز معايا كده. انت بتقول هو اكيد ما وصلش بدري. لان هو فاته القطار. طب يا مستر ليه ما ناخدش دي? دي بحضرتك من مستقبل. ازاي مستقبل هتجوزه كده في الماضي اللي موجود في الجملة. انت كده بتهزر. رقم اربعتاشر. فاربعتاشر بيقول لك المعبد ده المعبد ده مهم. بيزوروا مئات الناس كل يوم. يبقى ده اكيد مهم. يبقى مست. الناس كلها عم ماء ترفع الشمسية بتاعتهم في السماء. يبقى الدنيا اكيد بتمطر. يبقى مست هتعرف لو خدنا مست يبقى احنا بنهبد لانها مش موجودة. يعني اضطروا ان الدنيا اضطر التمطر. دي معناها كان يجب قال لها تمطر. بقول لك ابويا اليومين دول باستخدمها العائلة عربية. لكنه زمان كان متعود انه يمشي كان معتدنا ان يبقى مزبوطة. لأ لان ده معناها مستمر الراجل بقى عنده عربية دي مدارع يا فندم بتكلم على ماضي معناها انه ما كانش بيمشي زمان. لكن بيمشي دلوقتي. خد بالك ركز في دي. لو انا قلت لك معناها انه ما كانش بيمشي زمان لكنه الان بيمشي. ازن الاجابة اصبحت رقم ايه? طيب خد بالك انت رايز تخدم هنا حتقول لي او انك تقول لي وبعدين انتبه لما كان في الجمال دي كلها. رقم سبعتاشر. سبعتاشر اللي بقول لك آآ نوعة فوت بول وين هي ووز اتش خيالد. آآ كرت قدم يعني عندما كان طفلا. ازاي دز مدارع وانت بتقول لي وين هي ووز يعني تسألنا على سؤال في الماضي انت كده بتخزر صح? وايهز برضو برا اللعبة. طب هفكر فيهم تمام معنا الجملة كده مزبوطة ولكن انت عارف ان لا تأتي لا تأتي في السؤال. ازن الاجابة الصح اصبحت طيب رقم تمنتاشر هو لم يعد يدخنه كما اعتاد ان يفعل. يبقى طب ليه ما ناخدش مثلا هنا ما هو اصلا قالك? هو لم يعد يدخن. والتدخين ده فعل فناخد له دو اللي هي معناها يفعل. على فكرة كان ممكن نستخدم هنا بس ونسكت. معنى الجملة هو لم يعد يدخن كما كان معتادا بس. او كما كان معتادا ان يفعل. وناخده. مفيش حاجة اسمها بره. طبعا برضه. طب ليه بره? المفوض ان ك قلت هتعمل حاجة من اتنين. اما انك تقول لي او انك تقول لي وبعدين تو. واحدة من الاتنين دول. طيب فدي كده بوزت. لأ هد عايزة بوزتة برتسبل ازا الاجابة اصبحت اود. انا امشي مصدر اهي في المدرسة في الماضي. لأ المفوض ان انا قل وبعدين قلوز. طب هو هتبقى صح ساعتها اه ازاي يا مستر مش بتقول لي اه ان كلمة ما تجيش نفي. ايوة ركز ان كلمة لا تأتي نفي الا لو في ظرف. لو في ظرف ماشي. طب فهنا في ظرف تمام بس هنا مش مترتبة صح. طب برضو قلنا غلط احنا عايزين الاول. برضو بره يبقى الاجابة اصبحت رقم دي. انا كنت متعود اعيش في القاهرة لكن رحت اسكندرية. لأ ما تجيش مع الفعل ده لان الفعل ده من الافعال. عايزة فديد طلع بره. دي هابده ده ما فيش حاجة اسمها يبقى انت كده هتخد ليس لتو. انت بعست في الماضي في الماضي في الماضي الناس ايه? الكثير من الكتب? لان هم كان عندهم وقت فراغ كتير يعني وكده. فاكيد قرأوا. طب مست هابده مجهول. فبرا اللعبة. انت قلت لأكيد قارأة. وكانت اكيد لم يقرأ. برضو مجهول فكده كده مش هنفكر فيها. مست هافرد ولا كانت هافرد. هافرد معناها اكيد لم يقرأ. لكن مست معناها اكيد قرأة. وانت بتقول الناس اكيد قرأوا كتبا لان كان عندهم مقت فراغ يبقى الاجابة كده رقم دي. تاتة عشرين. بيقول لك ات نوت هابد ايزي تو هاف لفد وزاوت الكتريستي يرز اجو. الناس كانت تماما عايشة مغير الكهرباء. والموضوع ده اكيد كان اكيد لم يكن سهلا. يبقى كانت هاف بن ايزي. هي هاف نون او كان شكله زعلان. اكيد عرف الاخبار. اكيد يبقى مست. اياما كانت شابها صغير لسه. اختي كل قاس الاطفال اعتذ ان تقرأ مزبوطة. دي مضارع برا انت بتحكي لأيامك الطفلة. لا متجيش اي 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 اللي قابلها. طب اه ما هو ده بس ده حضرتك مضارع. وانت بتقول في الجملة عندما كانت طفلة. يعني في الماضي. عارف دي لووز. كنا قلنا ماشي والله وبلعناها. طيب بعد كده حضرتك رقم ستة وعشرين. بقولك الكثير من السياح. دي عايزة قبلها عشان نخدها اصلا نفكر فيها. دي مدارع. المفروض كنا قلنا ده ما ابني المجهول. وانت عايز تقول يزورونا مش يزورون. يبقى الاجابة اصبحت كده رقم واقع. رقم دي لها وعلى فكرة كان ينفع نقول هو يعرف ان حمام السباحة بأفل الساعة سبعة. وإلا كان زمانه هنا دلوقتي. الجملة ديت حقيقة انا شخصيا وقفت فيها وفهمتها اكتر من فهم. انا ممكن اقول لك هو اكيد عارف ان حمام السباحة افل الساعة سبعة. وإلا كان زمانه هنا. يعني ده معناها ان الناس دلوقتي موجودين في حمام السباحة وتكمل بتكلمو. او قدام حمام السباحة. وممكن اقول لك هو اكيد ما يعرفش ان حمام السباحة افل الساعة سبعة. وإلا كان زمانه هنا. هما دلوقتي حضرتك قاعدين في البيت. فانا يا ترى هو الناس دول مستنيين ولا لأ? في المنطق المنطق ان احنا نقول ان احنا نكمل السياق ونقول مسلا اه مسلا ايه? لسه مستني قدام حمام السباحة فاناخد مصد. او ان احنا قاعدين في البيت مستنيين على العشاء ولسه مجاش فاناخد كان الجملة دي كده لها تفسيرين. فعشان كده الجملة دي اقت مضروبة. فما ينفع منحلهاش. ما نجهدش في نفسنا على الفاضي في جملة مفتكسة. تماني وعشرين. اه. الناس كلها كانت قاعدة زي انا. يبقى القصة دي اكيد كانت شيقة ولا اكيد لم تكن اكيد لم تكن يبقى كانت. خد بالك قبل ما راح نمكت جدتي كل يوم تحكيلي قصة. يبقى عايزين مصدر. معانا. مجهولي. يبقى الاجابة كده اصبحت رقم سي. ايما كان صغير. اخويا عايزة 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 وانا عندي مصدر فادي بره. عايزة عايزة فاطلعي بره. فناخد هنا ازاي تاخد يا عم? معشان معها الظرف. ما احنا متفقين ان تيجي من فيها لو في ظرف. واحد تلاتين. الراجل بقول لنا في واحد تلاتين. انا مش متأكد ما كانه فين بصراحة. بس اعتقد ان هو ربما انه راح ربما ميت. طب ليه خدنا ميت? اصلا قال لك ايام نوت شور. طيب وانتبه ان هو لو قال لك ايام ايام شور. دي معناها انك انت عايز كانت. ليه? اصلا انا متأكد انه مش. طب لو انت قلت له ايام شور في الحالة دي فانت هتاخد مصد وانت مغمض عينك في الموضوع ده خلصان. اتنين وتراتين بقول لك الاكل لسه في التلاجة. يبقى هو اكيد لم يأكل. اكيد لم اللي هي كانت. يبقى كانت هاف هاد. اللي هي دي. طب ليه مش كانت هاف بين. كانت هاف بين معناها اكيد لم يكن. ممكن اقول لك كانت هاف بين ساد. اكيد لم يكن حزينا. او ان نجيب بعدها بس تبقى تسبل. تبقى مجهول. بمعنى كانت هاف بين كيلد. يعني اكيد لم يقتل. انا شايفه في الشارع مبالح. انا مش شايف عربيت ابو يا بره. يبقى هو اكيد غادر المكان. يبقى مصد هاف اللي هي رقم بي. طب ليه مش بين? اصلي دي معناها اكيد غود يراه. مونة بصي لي بقى. انا عندي اف. وبعدها موضي تام. يبقى انا عايز هنا هاف والبس تبرتسبل. تخطف ود وتجري في الدنيا كده زي الشاطر دي ايه حالة تالتة? يبقى انت مش محتاج تفكر. طب رقم خمسة وتراتين. بقول لك اه احنا قلنا او هي نوعات بريتش. بقول لك هو بتكلم يجري زيب طلاقة. يبقى ده اكيد بريطاني. يبقى هي مصد بي. طب ليه مش مصد بين? المفضل تقول نقول مصد هاف بين وده لوكات ماضي. اه او مصد هاف بين بصد برتسبل لوكات مجهول برضو. مصد هاف معناها اكيد يمتلك. مصد هاف اكار يعني اكيد عنده عربية. مصد هاف هاد معناها اكيد امتلكه. هو شرب كل العصير اللي في الازازة. هي مصد هاف بين اكيد كان عطشان? اه. كانت هاف بين يعني اكيد لم يكن. اكيد مش عطشان. شد هاف يعني كان يجب ان يعطش يعني مصد بي. يعني اكيد يكون. طب انا هفكر في دي. ودي اكيد كان. انت بتقول الراجل شرب كل العصير اللي في الازازة. ده معناها ان هو اكيد يكون عطشان? ولا اكيد كان عطشان? اكيد كان. ما هو قبل ما يشرب بعد. دلوقتي هو شرب وشكرا وارتوى. طيب الجملة اللي بعد كده. انا معرفش فين والدي. مدام انت قلت لي انت ربما ان هو غادرة. مايت هاف جن. طب لو هنا في مايت او ماي جون مسلا او ماي جو مسلا ناخدها باردو لأ. اصدامه دارع. انت بتقول انا مش عارف والدي فين ربما انه زهب. انا كنت سعيد لما شفت الواد لسه عايش بعد العربية ما خبطته. هو كانت هاف اكيد لم يقتل ولا كان يجب ان يقتل ولا مصد هاد برا اللعبة ولا اللي معناها كان ممكن يقتل. انت بتقول انا سعيد ان انا شفته قدامي بعد الحدثة. ده هو كان ممكن يقتل. بس ما قتلش. طب ليه ما انا اخدش كانت ما هو انت بتقول لنا شايفه قدامي بعد الحدثة. هتقول لي بقى ان هو اكيد لم يقتل المعنى مش هيبقى ركب على بعضه. لكن انت بتقول لي كان من الممكن ان يقتل لكنه ماتلى حيا. تسعة تلاتين. انت بتقول لنا كنت طول النهار قعد في البيت. حلو? يبقى هو اكيد ما اتصلش بيا. يبقى كانت هاف. المعلم عاقبنا بعنف النهاردة الصبح. احنا المفروض ما كناش. المفروض ما نكونش يبقى شد انتهاف بين. المفروض لم نكن او كان يجب الا نأتي متأخرين. لو خدنا كودنت يعني اكيد ما جناش متأخرين امال ضربنا ليه طيب. طيب مصنت يبقى احنا كده بنهبد لانها مش موجودة دي ربما ان احنا متأخرناش. يجي المدرسة متأخر. هو فات القطار بس بقول لك انا اعتقد بس انا مش متأكد فانا بحبد يبقى وتصيف التالت. طب ليه ما ناخدش مسلا دي حضرتك معناها انها مدارع. ثم مش هينفع تقول والباس تبقى خربوش وانت بتحل. اتنين واربعين. بيقول لك كل العيال نوحة في الامتحان. يبقى اكيد الامتحان ده لم يكن صعبا. اكيد ما كانش صعب. يبقى كان تهاف اكيد لم يكن. هو ليه اخوك غطبان? انا مش عارف هو اكيد ما نجحش ولا ربما انه ما نجحش اكيد ربما لم ينجح. طب ليه مش ما نقولش اكيد انت بتقول ليه في الجملة اي دونت نو انا مش عارف يعني ربما انه هو ما نجحش ربما انه كان علقه مش عارفين اللي حصل. اربعة واربعين بيقول لك هو دايما بيجيب الدرجة النهائية في الامتحان كلها. هو اكيد مش كسول اكيد مش يبقى كانت بيه. يا ابني ده هي بره مسافرة بره بقالها اسبوعين. يبقى انت اكيد لم تراها اكيد مش يبقى كانت هفو الباصل وارتسبل. علي انا ما عنديش فكرة خد بالك من الكلام ده. انا ما عنديش فكرة عن اللي حصل بالزبط يعني فهو ربما انه سافر وربما انه مستخبي الله اعلم. هي نوات فيزا. ان هو يكون معا اه فيزا سريع قبل ما يروح انجلترا يعني يجب ان يكون يعني اكيد يكون يعني ربما يمتلك يعني لازم يمتلك. فانت بتقول لي هو ده الزام دي جملة الزام. هو لازم يمتلك لازم يكون معا يعني قبل ما يسافر. يبقى كده سبعة واربعين قلنا مستهاف. طيب رقم تمانية واربعين. يا للحسرة هو بينزف دما بشكل سيء ان هي اكيد عام الحدس يبقى مستهاف والباصل مستهاف هات. شعارة تصرت بالنهار ده معناها ان هي اكيد تذكرت الرقم اكيد يبقى مستهاف لو قلنا كانت يعني اكيد ما افتكرتش. اه ولو قلنا مصر انتهاف يبقى احنا كده بنهبد وقلنا ده غلط. لو قلنا ما يتهاف ربما انها تذكرت. لأ ما هيكلمتك فاكيد تذكرت. دس اكيد لم يهرب. اكيد ما هربش من الشباك المقفول يبقى كانت واحد وخمسين بقول لك هي كان زمانها هنا دلوقتي. هي كان زمانها دلوقتي. يعني معنى كده ان هي اكيد لم تلحق الباص. يبقى كانت وعلى فكرة ده معناها ان الشي مست يعني اكيد فاتها الخطار. اه بص هو بقول لك كيف بقى في الجملة دي. هو اكيد عارف ان انا برا البيت وانا ما كانش اتصل ولا اكيد ما يعرفش ان انا برا البيت وانا ما كانش اتصل مصنت مش هنفكر فيها اطلاقا لانها برا اللعبة. ولا يعني كان يجب ان لا يعرف. انت بتقول لي بقى واحدة بواحدة كده ومنطقية بترجم معي. انت بتقول الراجل بقول لك ايه هو اتصل بنا. اما لما تقول لي وانا ما كانش هيتصل يعني معنى كده انتصل. هو اتصل معنى كده انه مش عارف ان احنا برا البيت. يبقى كانت. قمنا على بعضها تاني كده. هو اكيد مش عارف ان انا برا البيت. وإلا ما كانتش اتصل بينا. ده ظهر الباب مش مغلق. لذلك هي اكيد عادت. ما هو الباب مش مغلق. يعني الباب مفتوح. يعني اكيد رجعت. يبقى مست هاف تصريف تالتي. يبقى مست هاف اللي هي رقم سي. علي دواد امين. هي علي امين. يعني اكيد مش سرق الفلوس. يبقى كانت هاف هاف اه. لما كانت صغيرة في السن. حلوة الجملة دي. قيما كانت صغيرة فهي. يعني اعتدت انها تتنظف. هاز دي برا اللعبة لانها مدارع. لازم بعدها ده مستمر. بتكلم على العادة ما ننفعش العادة مع البسيط دايما. يبقى احنا اخترنا وعلى فكرة كممكن نستخدم هاد. لكن هذا الامر تغير. طبعا عايزة بعدها مصدر وانا عنده عايزة مصدر وسانيا عايزة ظرف عشان اقبلها منفية. عايزة مصدر يبقى الاجابة اصبحت طيب خددلك معناها كان متعود يعمل شيء وبطل. بس بعدها كان متعود يعمل شيء وبطل. بس بعدها مصدر. زوينت ايه? الرياح تستخدم فيه. يبقى انت عايز بي والمصدر. لا احنا بنجيب الفاعل المساعدة الاول وعدين الزرف. طب برضو برا اللعبة. افكر في دي وافكر في دي. بس انا عايز بعد هاز بستة بارتسبل بس عايز بعد لو ما كانت معلوم وبستة بارتسبل اللي هو مجهول وده اللي قدامك. يبقى لطالة ما استخدم. اللي هو مادة اسمها التربنتين اللي هي عاملة ده السنر اللي بيستخدموها كده في ازالة الديهان. كمزيل للديهان. يبقى انت عايز تقول يستخدم. يبقى انا كده هقول بي بس هجيب بعدها المصدر. طب لو انت قلت لي بي وجبت بعدها معناها كان معتاد ان يفعل شيء وما زال يفعله. المهم يبقى التربنتين اللي هي رقم دي. يعني ان يستعمل فيه. الجملة اللي بعد كده حضرتك رقم تسعة وستين. هي اعتادت ان تستيقظ. انت قدامك is used to وبعدين ing. يبقى لأ برا. المصدر دي برا لان فيه هنا. معانا برا اللعبة. انا اتغيرت يا جدعان او انا لم قعد معتادا على الاشياء القديمة. يبقى اي ام. يوزد تو واسم. اللي هو ركز جده. انت عارف انك بتستخدم. بنستخدم الفرب تو بي. وبعدين يوزد تو. وبعدين الاسم. اللي هي بقى نختار يوزد تو. خد بالك بي يوزد تو. ركز جده معي بي يوزد تو واسم. معناها كان متعود يعمل شيء وما زال يفعله. طيب بس هو طبعا عشان مديني اللونجر فكده لم يعد يفعل ذلك الشيء. طيب تعالي نبدأ كده بسم الله نفهم الاول ايه جزئية اللي في الواحدة دي. الراجل هنا في الواحدة دي جايب لك جزئية لطيفة خاصة. لما تيجي تكتب يعني مراجعة او مقال عن السفر. انت رحت لمكان معين فبتكتب لنا تقرير عن المكان اللي انت رحته. الطبيعي انك لما تيجي تكتب التقرير ده بتتضمن على التمن او ساعة نصر طول. اول حاجة كده انت بتدينا في الطايتل. انت بتدينا فكرة عن المكان اللي انت رحته. بردة تيها هو انت ليه رحت المكان ده حديدا وتلخصت لنا تجربتك لما رحت هناك استمتعت ما استمتعتش كده يعني. وانت حبيت ايه ومحبيتش ايه. يعني تقريبا كده المزايا والعيوب اللي في المكان ده. بتدينا كده تعليق عن الخدمات والتسهيلات الموجودة في المكان. وبتقول لنا شوية نصايح لما تروح هناك ادخل المطعم كزا وما يدخلش مطعم كزا. ولازم تحط لنا صورة في التقرير عشان نعرف الصورة دي هي صورة المكان الفلاني. فلما تصور لنا الصورة من شرم الشيخ يبقى احنا فاهميناك بتحكي عن شرم الشيخ مسلا. طيب كمان بتقول لنا بتاعت زيارتك يعني احسن حاجة شفتها في المكان ده هي ايه? او ابرز حاجة انت عملتها في اليوم ده كانت ايه? وبتقول لنا برضو انت تعلمت ايه من التجربة دي? يبقى انا عايز تفهم باختصار الموضوع كله انت بتقول لنا انت رحت رحت فين? وبتقول لنا برضو انت ليه رحت المكان ده تحديدا. وكمان بتدينا شوية يعني توصيات عن المكان لانت رحته وهدينا شوية نصايح انت حبيت ايه ومحبيتش ايه وكده يعني. ولازم الموضوع كله بيكون مجتمع على فوتو بيكون مجتمع على صورة. تعال كده نازل على الصفحة اللي بعدها. الجزائي اللي بعدها راجل بيقول لك فيه شوية كلمات هتستخدمهم وانت بتكتب في الرفيو ده. من بين الكلمات كلمة موفنج اللي هي زي زي ايموشنال زي ما قلنا قبل كده. وبرضو بتسوي كمان كلمة اللي معناها مؤثر يعني وكده. وكمان ممكن استخدم كلمة الكلمات دي كلها كده بمعنى محرك للمشاعر او مثير للمشاعر. طيب. من ضمن الحاجات لانتكتبها لنا او من ضمن الكلمات اللي هتستخدمها نتكتب بريو. يعني افضل حاجة حصلت في المكان هي كزا. او افضل ما في المكان ده هو كزا. وكمان بتستخدم كلمة اللي هي معناها بنفشل يعني شيء استحق الزيارة. يعني حاجة اهسية ما مفعش تفوتها. كلمة دي معناها يعني حاجة كده انت بتنصح بزيارتها وشاف ان هي ما مفعش نروح للمكان ده غير لما نروح نزورها. تعال نمسك سؤال سؤال كده ونشوف. اول سؤال يا راجل بيقول لك مزايا وعيوب المزايا والعيوب بتمثل اللي انت ما غير ما نكمل كده اصلا لما تقول مزايا وعيوب معناها انت حبيت الحاجة الفرنية دي وكرهت الحاجة الفرنية دي. ايه من دول ايه لازم نشمله قلنا صورة قبل كده في الشرح اللي فوق. فانت عايز اه فوتو. اول حاجة كده عايزين فوتو. تعال نشوف المواقف ولا الموقع ولا التدريب ولا البروشير. انا بشرح لك فوق قلت لك انت بتقول لنا انت رحت ثين وليه? ثين دي اللي هي المكان الموقع اللي هو الطرينينج. طيب. بمضيف ايه زي ما قلنا الصورة طبعا هي الاساس هنا في الموضوع ده الفوتو. الحاجات اللي انت استمتعت بها في المكان ده. هي مين? التكاليف ولا الاسماء ولا الوضاع ولا التسهيلات. حاجة اللي بنستمتع بها دي اسمها تسهيلات. يعني عاملين مواصلات مسلا عاملين اماكن ترفيهية اسمها في الرايتر بيقول دايما كنت باستمتع بالنظر على بالبحث عن السوفينيرز التحف الرائعة في الاسواق والمحلات الصغيرة. ده ده مكملت الكلام اللي هو بيقوله يعني. قال كده يبقى هو بيقول ان هو بيبحث عن حاجة كذا 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 طب ليه قال كده. عشان يلخص لنا تجربته. يقول لنا ليه زار المكان ده ولا دينا معلمات مهمة ولا يشارك لنا نصيحة. وارقوا لك انا اصلا دايما ببحث عن المكان اللي فيه هدوء ومكان اللي فيه راح عشان كده رحت فندق كذا. يبقى هيها كده. ايه من دول هو بيقوله عشان يدينا نصيحة مفيدة. البازار بيفتح. الساعة تسعة معظم المحلاب بتقفل متأخرة ولا نصيحتي ليك هو انك تتأكد انك تشتري شنطة كبيرة. انك تحط كل حاجاتك فيها. وبما انه قالك يبقى دي معانا. وانداخل الشارع يعني تحس ان انت كده رحت لمصر الوسطى. انا حبيت التنوعية والتشكيلة في المنتجات الموجودة هنا. الراجل في مطلع السؤال قالك تب نصيحة يبقى بما ان نصيحة يبقى من جميع ما تكمل كده قراءة السؤال اصلا هي كده الاجابة. طيب لو بيقول لو انت محتاج راحة معرفش اسمه ايه كده كافي لو انت محتاج ترتاح فالفندق الفلاني او الكافي الفلاني ده احسن واحد. ده هدف ايه بقى? يحكي لنا عن الحاجات اللي حبها ولا يدينا يوسف يدينا نصيحة ولا يدينا معلومات السؤال ده انا شايف ان هو ليجب تنين ينفعه في الاختيارات دول وهو سؤال مش وقعي. الاولانية ده هنستبعدها تيل. يقول لك على الحاجات اللي حبها. لا هو دي بعيد لانه هو كان في الاول هيقول لك ان من اكتر الحاجات اللي حبتها كذا وكذا. طيب تبدي انا شايف انها تنفع وزي الفل. وقدم لك معلومات مفيدة عن الاماكن اللي هناك برضو مدة صح. لكن لا مش تقديم سامري. باكد عندك بيو سيهم الاتنين صح وزي الفل. لما نكتب ترافل ريفيو. لازم تخبر القارئ. انت ليه زرت المكان ده? ولا انت عندك كم سنة? ولا انت عايش فين? ولا انت ترتب فين? كل دول ما همش علاقة بالريفيو. انت بتحكيلي انت ليه رحت المكان ده? وايه هو المكان اللي انت رحته? في نهاية هتقول لنا انت زرت ليه? في اخر المقال. ولا حل لنا البحث انت ما عملتش بحث ولا حاجة. ولا سامريا لخص لنا تجربتك. ده كل ده في الاول. كل ده في اول لكن انت بتلخص لنا. لانك انت يعني في النهاية بقى اتلخص اللي انت عملته او زيارتك وتجربتك. بعد كده افضل حاجة انت عملتها في الزيارة دي بنسميها ايه من دول معمولات القوم صح? وبعدين المفروض انه في هنا كمام مش موجودة يبقى دي كده بازد. في هنا كمام مش موجودة فده بازل. آآ امين ستة ممي بعدين كمام ام حيف داي. في هنا حيفل مش موجودة يبقى دي بازد. امين ستة م 있고 موجودة ام كينك تو تاك وهدي الحيفل موجودة. ما عليك esteلي بقى رقم سره مزبوطة مع Buckle City مش موجودة الأمين ستتو می وعمل العمل الكمة. I'm going to take a five day or a day. تو prepare for my سيسترز مش موجودة. يبقى لجابة رقم سيلة صح. ده كده بالنسبة لجزئية الرايتنج. بعد كده ادخل على المتحان بقى. بقول لك كلمة تانية معناها معناها معلم بارز. دي معناها مخلوق. دي معناها الخصائص. عاية تفهم. ان كلمة دي ممكن نستخدمها بمعنى وكمان ممكن نستخدمها بمعنى كل دول كده معناه خصائص او سمات وانتبه عشان سؤال القطعة بيجي حاجات من دي فيه. طيب ده اللي هو الناضج يعني وفاكتور دي عامل. المث الاسطورة. is not fantasy ولا خاتمة باريجراف الباريجراف بابلوتيكة دي المكتبة. بقى يبقى كده اجابة صحية لها معناها وهم او خيال. الاسطورة ما هي الا خيال. يعني خلاب او راع او جميل. ده معناها ان هو يعني يعني حامل يعني وكده اللي هو منظفات ولا يعني جميل. الشيء معناها ان هو شيء جميل. طب ليه مش كابتيفيت كابتيفيت ده فعل حضرتك. انت كنت قلت كابتيفيتينج. ولك القصر ايه بحديقة عملاقة معناها مرفق معناها اجتمل على معناها محاطن بي. طيب احنا كده ممكن نقول ان القصر مرفق بحديقة او محاطن بحديقة يبقى كده ايه انت سي. كان لو الطمع. كان ممكن نضمر حياة الناس. ويؤدي الى. يؤدي الى كلهم ينفعوا معنا طبعا بليه يعني يلعب. بس عايزة مش عايزة حرف جر. عايزة ان. وهنضيف كمان معهم اباوت. الاربع كلمات دول معناهم يسبب او يؤدي الى. فاحنا هنا قدامنا في الجملة فهناخد دليل على الطول. الخطة اداء زي هما بيخاططوا ان هما يطلقوا ايه? في الجبال اللي هو التنبؤ لو توقع. لو المنع والحظر يعني رحلة استكشافية هيعمل رحلة استكشافية في الجبال. المقبرة القديمة بتحتوي على البقايا بتاعة الحياة من القرضة يبقى طبعا بيلارز اللي هما اركام. المعابد اللي هو الحسن. محمد مشالي دكتور محمد مشالي عليها رحمة الله. كان معروف ان هو دكتور الفقراء. وعمل ايه في حياته لمعالية الناس الفقراء بالمجان? يعني يمنع يعني يزهر يعني يعني يعلمة او ربا. فالراجل دك كرة صحياته لخدمة الفقراء. علي ناط هاف ترافلت تاليكساندريا زيس مورنج. هاي از ال انبت. بقول لك عادي الوقتي ينايم في السرير المريض. فهو اه هاف ترافلت اكيد ما سافرش. هو نايم في السرير يبقى اكيد لم يسافر يبقى كانت هاف ترافلت. لو قلنا مي ابرا ربما وما يتزيه بالزبط ربما ومصد يعني اكيد صفر. ازاي اكيد صفر وهو نايم في السرير المريض. هو ادى كويس في المتحان ويعتقد انه هو ادى كويس في المتحان. بقول لك انه هو يعتقد انه هو حل كويس في المتحان فربما يجيب درجة عالية. بما انه قال لك يعتقد فربما لما كانت صغيرة يعني سمينة يعني عندما كانت صغيرة هي اعتدد ان تكون سمينة. بداية دي الاجابة الصح لان اعتدد ان يكون ولكنه الان لا يفعل عايزة بعدها اي من اجيه اصلا ما يجيش معها الفرب تو بي مفيش حاجة اسمها وزبين. الشوارع كلها متغطية بالرمل. يبقى اكيد مبارح كان فيها عصفة رملية يبقى. انا ااسف انا كان يجب ان اقاتي في الوقت المناسب. كان يجب ان دي اللي هي شد. ومالقاناش شد فالراجل مديك قدتو. لو انت قلتلي مصد هيبقى معناها انا اسف انا جيت في وقتي طبعا انت لما جيت في وقتك المحدد اللي يبقى تعتذر. طبعا مية وما لاحتمال الاتنين وهما الاتنين زي بعض. انا لم اعتد على الاستيقاظ مبكرا. اصلا نفيها وما بنستخدمش اطلاقا في التعبير عن العادة الا لو بعدها ظرف. اصلا كده كده ما بيجيش معها بي. بس ركز في كلام الله يبرك لك ما يجيش بعدها بي. لو انا بتكلم عن عادة. لكن لو انا بقول لك ربما انه كان يعني فممكن اقول لك اهي مسلا. طبعا عايزة بعدها يبقى لاجابة اصباحة. بقول لك احنا ايه في الريف لكن اللي من دول عايشين في المدينة. تعال نشوف. اعتدنا ان نعيش في الريف. اه. لأ ما تجيش معاود عشان. عايزة بعدها دي برضو منفية. وهو اصلا كده كده ما نفعش نستخدم الا لو بعدها الظرف لو كان قال لك كنت تتفكر فيها. ما قد ايش هتاخدها برضو لان ربما اقول لك احنا كنا متعودين نعيش في الريف لكن اللي من دول عايشين في المدينة. العراج بتاعته لسه في لحد النهار ده. يبقى هو اكيد اخد بالباص يبقى مصد. ريب بعد كده. بنستخدم ايه? لما نيجي نلخص او نقدم اختصار ملخصا يعني اولا من قبلها كل شيء. اضافة الى ذلك. اللي معناها باختصار او في المجمل. يعني ليس على الاطلاق. يبقى اللي معناها في المجمل دي اللي بنستخدمها عشان نعمل سامري. الجملة الختمية لازم تكون الجملة الختمية اللي انت تختم بها الموضوع لازم تكون شبه من بالزبط. دي هو الجملة الانتقاليات يعني. لذا يكلمة واند وهويفر وافتر وفور. الملخص. ما فيش حاجة اسمها اه سامري اصلا يا جملة التلخيص ما فيش حاجة اسمها. وحنا بنكتب في المقال المفهود عندك حاجة اسمها سنتنس. ايه سنتنس دي اللي هي اول جملة في كل باريجراف. الجملة الاخيرة بقى اللي هي الختمية لازم تكون شكلها تماما يبقى سنتنس. طبعا تايتل ده العنوان ما فيش حاجة اسمها طايتل سنتنس هو اسمه طايتل اللي هوان بس. الجملة رقم ساعتاش هيقول لك. حلا عاجلا لابد ان يتم ايجاده للمشكلة. يعني ايه يعني الكلام اللي ينفع نكتبه بعد دي. انده بتقول لي لازم نجد حلا عاجل للمشكلة. فالناس هاف تو يجب ان يتوقفوا عن القاء القمامة في الشوارع اه نصح. طيب المصانع لا يجب ان تنقل للاماكن اللي ما فيهش سكان كتير طبعا غلط لازم ننقلها. الموضوع ده اخد شكلين. الارهاء الناس الارهابيين والفرق الارهابية ده برضو مش حل. اخيرا ما دام قالك بقى ده مش 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 دي جملة ختمية بقى انت كده قدامك رقم ايه اللي صح. بعد كده القطعة. الرجل بقول لك يبقى هي دراع من ازرع المحيط اطلنطي. بتقع في جنوب انجلترا. يعني اقول لك امواج عالية من الجسد الكبير من المياه بتتضم ضخها في هذه المنطقة. القطع المياه دي بتخلي البحار في المكان ده صعب. القناة دي بتفصل بين انجلترا وفرنسا. برغم المسافة بين الدولتين دول مش كبيرة. القناة دي يصعب انك تعبرها دايما بسبب ان في ضواب كثيف وفيها امواج او بحور عالية. لطول السنوات طويلة الناس بتكلموا عن الناس بتكلموا عن نفق تحت هذه القناة بس ما حد شافوا لحد النهار ده يعني. جهود مضمية بوزلت لاجل بناء هذا النفق. برغم ان الحوائط مش الحوائط برغم ان حوائط تم يعني بناءها لتعزيز هذه القناة. بيخلي النزاعات السياسية بتخلي الناس كل مرة تهجر هذا المشروع وما يتملش. في النهاية اتفقت البلدين الدولتين يعني اللي هي فرنسا وانجلترا انه هما يخلوا المشروع دايك مع الاخير كده ما زر تدخل من اي من الدولتين. لكن في قرار لود ان تتخذ وانت لان تم بناء انفاق على مسافة تلاتين ميل بطول هذه الارض. لكن الامواج اللي تحت لكن الانفاق لتحت الارض ما بتكملش كمل. ولكن هما لازم يضطروا ان هما يعملوا خط القطار في المنطقة دي. عشان كده لازم يزودوا المساحة. بعض الناس بدأوا يتساءلوا. المشروع ده ممكن يحصل يعني العام في يوم الايام. ومنها يشتغل على المشروع ده. مشروع زي هكده هيوصل انجلترا بفرنسا وتبقدني اخر حلاوة. والعمال من الدول المختلفة من الدولتين هيتكلموا اللغات بعضهم. منها يترجم. منها يكون مسؤول. المشروع هيبدأ في ان هي ناحية من ناحيتين. في النهاية في ختاما يعني. خدوا اتخذوا القرارات. وانفقت الملايين من الدولارات. القناة آآ باسمها يعني بكيمة ريالتي. اصبحت واقع وحقيقة. لما فتحوها فقال تسعمية مربعة وتسعين. الملكة تانية تاعت انجلترا ورئيس فرنسا عملوا حفلة عشان يحتفلوا بنجاح هذا المشروع. ملايين الناس باستخداموا القناة دي كل سنة. شرطة يعني في قطرات بطول القناة دي على مسافة نص ميل. ولن الفاقل تحت الارض اشتغلت زيل فل. قطرات الركاب عربيات السياح دون تدخل العربات بدأت بتسافر من غير تدخل من آآ الطقس لحوالي الجوية اللي فيها ضباب ولا المياه الخطيرة الخطيرة. طيب اول سؤال. اول سؤال معناه في القطعة رأي بقول لك دي اصلا ما تذكرتش في القطعة كلها الا مرة واحدة. اجبها لك انا هنا اللي كان بقول لك هقول لك ايه في النهاية القرار تم اتخاذه وبلايين الدولارات ورفقة زي ما كانوا يسموها دي اللي هم بنوها يعني اللي هو كان النفق اللي تحت اللي تحت اللي هي رقم بي. يبقى كده اجابة كده رقم بي اللي صح. زي بتوين القناة الانجليزية دي بين. دولتين اوربيين او. فرنسا وايرلندا لا فرنسا والالكترا. انجلند وبريتان وهم واحد. كيرماني وانجلند لا يبقى تو ايوروبيان كونترز. بسؤال انو عشرين. المشروع تم هاجره لأسباب سياسية. اسباب بتتعلق بالحكومة. البنائين. ولا ريزن باي فرنسا ولا باي انجلند لا. هو قرار بواسطة الحكومات. طب ليه مش رقم بي او رقم سي عشان هنا تتكلم عن انجلترا الوحدة وهنا فرنسا الوحدة وهو بين الدولتين اتنين يعني بين الحكومتين. المشكلة ربما تظهر لما يبني القناة. تعال نشوف الاختيارات. القطارات مش هتعرف تمشي فيها عشان هو حتى قال لك كده رحتاجين يعملوا التمديد. فقط الناس اللي في انجلترا بس لأ هيفتح البلادين على بعضهم. الدولة هتفتح هتدفع لها لأ هم قال لك ان هم لتنين هدفع فلوس لك ان المشكلة هنبدأ فين. الناس اللي من فرنسا هيعدوا لأ يبقى الاجابة كده اصبحت رقم ايه? ان القطارات لن يكون عندها القدرة انها تعبر من القناة. عشان كده هم فكروا في تزويد او سيادة مساحة القناة. القناة دي هتكون مفيدة ليه? او اه 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 انجلند تو فرنسا هي طريقة للعبور من انجلترا لفرنسا ولا بتقدم لنا طريقة سفر اخرى? لانك انت بدل ما تلفه بالعربية يعني كده هتعدم القناة. بتاع عيق الطريق لفرنسا? ولا بتساعد يعني بتساعد في اغراق معرفش ايه دا واللي ايه? المهم هتساعد في اغراق الامش تغرق ده احنا هنعمل نفق. طيب يبقى كده القناة دي هتكون مفيدة لانها هتقدم لنا فرص اخرى للسفر او طريقة اخرى للسفر. طيب اه طب ليه الاولين غلط عشان هي بيقولك هي طريقة للمرور من انجلترا لفرنسا ومن فرنسا لانجلترا عموما يعني كده انت طرف واحد. القناة دي الصعب ان احنا نعدي فيها بصيب الضباب كان بيقولك ايه اللي هي رقم دي. الكلمة تعتقد كلمة استدخل. يتدخل. بتسوق في كلمة اسموها يتدخل. طيب يبقى كده طب يا بس طب احنا اصلا مش عارفين الكلمة ديت كلمة عارفينها لكن دي ما شوف نهيش ما هو انت حضرتك لما تبصها اختيارات محادسة في اكيد الكلمة انت مش عارفها. ايه من دول ايه من دول صحة عن بتفصل انجلترا عن فرنسا لها بتوصلهم ببعض. بتوصل دولتين ببعض. ولا مشي تحت بلد واحدة لأ بلدين بتفصل انجلترا عن بتفصل انجلترا عن فرنسا برضو غلب. يبقى انت كده اجابة رقم بي انها بتوصل دولتين ببعض. القطعة التانية بيقولك في اجازة الخريف اللي فاتت. كان عندي وقت كافي. فكرت في ازاي اني انا ممكن استغل لهذا الوقت. احنا متع نفسي. فكرت اني اعمل رحلة بالقطار من القهرة الاسكندرية. انا وسط المحطة قبل المعاد بنصف ساعة. كان وقت مشغول جدا. العربات كان بتيجا عند المحطة بالركاب. افتح بعد ما سمعت الصفارة اما بعد سمعت الصفارة يعني. واقف الناس ووقفوا صف عشان يجيبوا التذاكر. انا وقبت في الصف واشتغلت تذكرة الدرجة تانية. في الوقت المحدد الراجل القطار وصل حد صفر ورفع العالم بتاعه فاحنا علفنا ان كده خلاص القطار هيطلع نركب يعني. كل واحد حاول نركب القطار بسرعة. انا ركبت في عربية القطار في الدرجة التانية. القطار كان ممتلئة العربية كانت ممتلئة لكل ساعتها. القطار يعني. القطار كان ماشي في الحقول الخضراء. كان في حقول مزرعة قمح. هنا وهناك. تب بتضرب دماغها في النسيم. اللي هي ايه? اللي هي القمح. او النبات القمحية. القمح يعني. اه اللي هو العربية دي كتعملة لي مشهد جمج جدا. الناس كانوا بتكلموا على قضايا مختلفة. بعضهم كان بيقرأ الجرائد والمجلات. واحد من الركاب واحد من الناس اللي كانت في القطار وراح بدأ يقرأ قصيدة. هو كتبها. واللي كانت مكتوبة بخط لطيف كده او بسلوب لطيف. وكانت ممتعة. كل الناس اللي كانوا بيسمعوا القصيدة سفقوله بعد ما خلص. كان وقت صار. قطار وصل محطة الاسكندرية الساحداشر. انا نزلت في المحطة. القطار وصل الاسكندرية الساحداشر وانا نزلت من المحطة. حملت الرحلة دي في قلبي كتحلوة يعني. عطتني سعادة. وده واحد من افضل الايام اللي انا هفضل فاكرها طول حياتي. السؤال اولا. بقول لك ايه خارج القطار الناس ولا المجلات ولا الكبسة الكسافة ولا زي سنري المشهد. المشهد له ارض الحقول المزروعة ويت. قطار اللي الرجل ده ركبه كان متأخر مزدحم يعني بطيء ولا قديم جدا. وقال لك لانه قال لك انه كل الناس ركبه اماكنهم بسرعة وما كانش في مكان فاضي حتى قال لك ليه الناس صفقوا على قديهم لان الراجل كان دي قول القصيدة زي بتد لأ بتد يعني اشفقه على دي برا اللعبة لانهما ايه اه زي بويت لانه كان بائس لان القصيدة كانت ممتعة يبقى دي لصح. طبعا القصيدة كانت حسينة فاقولنا لأ. كلمة زير بتشر لي مين اللي هي النباتات اللي هي رقم بي. بدأت انها بدأت تضرب برؤسيها. كلمة يعني متنوع. دي معناها ايه? متنوع معناها واخد بالك متنوع زي زي اه عايزين نحفظها عشان هي جاء في قطعة. رأي الكاتب ايه في الرحلة اللي هو قام بيها ان هي كانت اخر كلمة قالها في القطعة. يعني منكر يعني مش حلوة يعني مملة يعني تحتها خط. طيب السؤال بعد كده رقم ربعض راتين. ايه من دول مش صح? صحيح يعني. عمل الرحلة في الخريف او ما هو خريف فول او 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 تم. دي جيب زي ريتر سورو اعطته حزنا لأ. القصيدة كانت معقدة برضو لأ. القصيدة كانت جميلة كلها مستمتعة هو ركب الطيارة بشكل اه القطار بسهولة لأ ده هو ايه في الصفة عشان نركب والناس كان زحمة وفي النهاية تمت كان. يبقى الاجابة رقم ايه? هو قصد ايه لم قال لك? عملتها في قلبي. مش هيفتكرها لأ ده هو كده اقول لك حجلتها في قلبي يعني هفتل فكرة الحياتي. هينساها برضو لأ. دي مزبوطة. لن يتذكر. هيبقى الاجابة رقم سي. الترجمة بقى. رقم اللي بقول لك ايه? في الجملة بقول لك يعني العزام تدعم. هنا قال لك تسنت وقال لك تسنت فهم التنينة العبرة. تدعم وتدعم. الجملة الصح هنا رقم به. طيب ليه بقى الاسي دي? هنا وقال لها تدعم العزام جسم الانسان هم الهيكل الذي يتدل عليه الجلد لكنها قال لك ينهال. ينهال ده عليه ضربا مسلا ينزل عليه ضربه كده. دي كان مغلق الكلمة التانية كمان قال لك هنا ايه? اه توفر العزام الدعم والحماية لاجداء الجسم. لك انه قال لك توفر العزام القوة والحماية. هو ما قال لكش هنا قوة. مقال لكش القوة في الجملة. هيبقى كده رقم دي غلط زي ما اتفقنا. الجملة التانية رقم سبعة تاتين. سبعة تاتين دي الاجابة الصحيحة كانت رقم ايه? رقم اللي صح. طيب تعالى نعرف الخطأ في كل واحدة من دول ايه? هو الرجل في الجملة هنا بقول لك ايه? آآ ويمام بقول لك آآ يبقى نصف الدماغ مستيقظا. مستيقظا يعني هو هنا قال تمام. هنا قال تمام. لكن هنا قال لك يعني يوقز. يصحي حد. لكن يعني مستيقظ. ده فعل لكن بصفة. طيب دي كده احنا ضيق طلعنا رقم دي قلنا عليها كده غلط اللي رقم رقم سي. طيب رقم بي كلمة دي تين دي آآ معناها هيحتجز. وهنا كمان قال لك فكده كده الجملة دي بايزة بالسودوس. اخر جملة بقى. قلت لك برضو غلط اللي مفت بقى فكده كده بوزت. يبقى الايجابة زي ما اتفقنا رقم ايه? سؤال من القطعة كيف هتعتقد. ممكن نقول رقم واحد. ممكن نقول رقم واحد كده هنقل تاني كده هنقول لما ديت انطبع ان هجود اسطلة فيوم الايام. في رأيك هو اللي خلى بي بي اعتقد ان مولي هي ام اسطلة. لانهم كانوا شكل واحد تماما. او بيكوز زي لوكد لايك وانا نادر او ايتش ادر كانت شكلهم بشكل بعض هما الاتنين. خلص الحوار وخلصنا الانتحان. ندخل بعد كده على الواحد الحدوش.